السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقص بالمغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات نماذج العالمية وآخر تطورات الجوية بالمغرب اتداء من زوال اليوم وكذلك سوف ندرج لكم لأيام القريبة المدى والبعدة المدى بحول الله فأولا أخي اختداء كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فأولي الليل حتى مازالت توقعات تابتة بدخول أمطار عاصفية وقوية جدا فسوف نقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله المناطق والمدن المعنية إن شاء الله فأرجو مشاهدة الفيديو للأخير لكي تطلع على أحوال التقص بالمغرب في الأيام القادمة فأي توقع ابن الله بعد الزوال اليوم إن شاء الله أن تكون أجواء نسبية غائمة في المرتفعات محتمال بعض القاطرات المطارية الضعيفة والمتفرقة نسبية في المرتفعات كذلك بالنسبة لفترة الليلية في احتمل تقدم مرخفة جو أطلس بإذن الله وأجواء غايمة على الججاز الشرقية محتمال بعض القاطرات الضعيفة والمتفرقة ويحتمل أن تكون أجواء نسبية غائمة خصوصا في المرتفعات الأطلس وكذلك محتمال دخول مرخفة جو إن شاء الله وكذلك أمطار عاصفية وقوية أمطار حاضرة إن شاء الله على وجده وكذلك المناطق المجاورة الجهاز الشرقية مع اقتراب هذا المنخفة التدريجي بالنسبة ليوم الاربع ان شاء الله في فترة الصباحية فسوف يبدأ هذا المنخفة تأثيره وكذلك الترابات جوية قوية سوف تعطي امطار قوية كذلك على تطوان والعرائش وكذلك الرباط وامطار حاضرة ان شاء الله على سطات وعواصف رادية قوية على سطات وبرشيد والقار والداربدة وبن سليمن والرماني كذلك امطار حاضرة على وزام ويساقن وربما كذلك الناظر والحسيمة فهذا المنخفة اول تأثير له كذلك فسوف يتجه كذلك الى عدة مناطق من المملكة في الساعات القادمة بحول الله والايام القادمة فعلا نستكون بعض الزخات المطرية كذلك على بن جريل وستيبو عشمان وربما قال عسراغنو والبروج واليوسوفية وكذلك استيبو عشمان ومراكش بالنسبة لفترة بعد الزوال ان شاء الله فسوف تستمر هذه الزخات او امطار الخير على عدة مناطق من المملكة باذن الله وعواصف رعدية قوية اخواني الاعزاء اما المناطق المالية بادي تساقطات المطرية نسبيا ضعيفة ومتفرقة على الدريوش وكذلك الحسيمة امطار قوية على كذلك ايساقن وامطار قوية كذلك على شفشاون واتطوان باذن الله وسبت وقد تسرح حتى طنجو وامطار عاصفية كذلك على وزان وتاوناش وقارة بو محمد سدي علال التازي وزيدي سليمان والخميساش الرباط المكناس وفاس باذن الله وكذلك الروماني والماس امطار وعواصف قوية على افران واسكورمداز وكذلك بن سليمان والقارة وقد تكون بعض الزخات المطري على برشيد وستاش وكذلك خريب قواتزم وخنايفر وزاوتشيخ وامطار قوية كذلك على بن ملان واميدلت واملتشيل وازلال وقالع سرغنو اقادير بوشيبا وجبانج باذن الله وكيمدن وورزازات امطار قوية كذلك وكذلك ايد داود وامزميز وامن تانوت بعض الزخات المطرية باذن الله بالنسبة لباقي المناطق اخر فستكون اجواء غائمة الى قليلت السحب كذلك بالنسبة للفترة الليلية فاي توقع بذن الله فترة الليلية ان شاء الله ان تشهد للمملكة بعض التساقطات المطرية قوية امطار حاضر على وجده وبركان والناظرة دريوش امطار عاصفي على الحسيمة وايساقن اكنول وساكا وقرسيف وكذلك توريش وامطار حاضر على تازا وتاونات وكذلك وزان وامطار قوية على قغانية ما محمد وسيد اسليمان وامطار عاصفي على الخميسات وامكناس وفاس وامطار حاضر لخ كذلك بقوة على سكورا ميتاز وافران وامطار قوية كذلك على ولمانسا الرماني وامطار عاصفي على اخناف روز وزيغو واتزم وخريبقه وكذلك ابن منلان واميدلت وكذلك الرشيدية وامشيل واظيلة امطار قوية علاقة على السرغة وسدي بعشمن واقادير باشيبا ومراكش وامزميز وايمجانوت. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء كذلك غائمة على قلمة تيزنيت معتمل بعض القطارات المطرية الضعيفة والمتفرقة كذلك على تيزنيت وكذلك بالفعوة بعد زخة مطاري على سدي ايفني. واجواء غائمة كذلك على افريكات. بالنسبة لباقي المناطق اخر فستكون اجواء الاسمين غائمة الى قليلة. بالنسبة وبركان والنظورة الدريوش والحسيمة واساكا واكنول وامطار عاصفية على ايساقن وشفشاون. امطار قوية كذلك اونات وتازة وقرسيف وفاس وقرش بو محمد. وامطار حاضر ان شاء الله على ميمونة وكذلك تالا وفاس واسكورمتاز وافران. امطار قوية على اوطات الحاج وكذلك عاطف وميسور بإذن الله. وامطار قوية كذلك على ميدلت وخناف روزا وتشيغو مع تساقطات تلجية على امطار حاضر على قدير باشيبا وامزميز مع بعض القاطرات المطرية كذلك على الولدية واسافي وكذلك سدي ابو عشمان وكذلك خميس اولاد الحاج والصويرة بإذن الله وامطار قوية كذلك على استات وكذلك ستيبان نور وولاد فرج والجديدة وبرشيد والقارة والدار بيدا بإذن الله وبعض القاطرات ربما تكون على الرباط وسلاع والمناطق المجاورة. كذلك لسوسة تكون اجواء غاية من محتمل البعض قاطرات المطرية على تليوين وقلميم وتزنيت بإذن الله تبقى ضعيفة متفرقة واجواء غائمة كذلك على العيون والمناطق الجنوبية للملكة بالنسبة كذلك للفترة بعد الزوال ان شاء الله فسوف تستمر هذه الزخات المطرية بإذن الله القوية خصوصا في الفترة بعد الزوال ان شاء الله والمناطق المعنية بعد التساقطات المطرية نسبير القوية هي هي كالتاري ان شاء الله الناظر والحسيمة وبركان ووجده والدريوش وكذلك التهونات وبعد الزخات المطرية على تاوريت وقلصيف وتازة واكنول وايساقن وامطار قوية على شفشاون وتطوان وطنجا والعرائش والقنيتراوة بإذن الله امطار حاضر على ميمونة وسدي على التازي ووزان وقمطار وعواصل قوية كذلك على فاس وسيد سليمان وامكناس والخميسات وكذلك الرباط والرماني وبن سليمان طربيضة القارب الرشيد وامطار كذلك قوية على واتزب وخريب قولة فرج وكذلك سدي بنور والبروش وزود شيخ وخنيفرة وامطار كذلك قوية على وأمطار حاضر على السرغ نو سدي بو اشمان وازلال وابني مليل وابن واشيبا مراكو شيشاوا امطار نسبي المتدل في هذه المناطق وامزميز وبعض الزخاط المطاري على اوكيمدينو وكذلك ايت تاوت وبعض القطارات على ترودانش وربما تكون باعض زخاط على تاريوين وكذلك على جنوب الشرقية ربما تكون بعض القطارات المطارية الضعيفة والمتفرق على تنغير وكذلك امطار قوية على المناطق الاطلس الكبير والمتوسط وامطار قوية كذلك على اوطاط الحاج وتزا وباقي المناطق الاخرى ان شاء الله. اما بالنسبة كذلك للفترة الليلية فيتوقع استمرها بعد الزخاط المطارية على قلميم وكذلك الجنوب الغربي اللي الملكة الاسبينة تبقى ضعيفة متفرقة مع امطار قوية على الحوز بإذن الله ايمان تانوت وامزميز وكذلك امطار حاضرة ان شاء الله على مراكش اقادر باشي بوسيدي باشمان مع امطار قوية كذلك على سراغنا وسيدي بوشمان وامطار قوية على بن غريل وابن ملاب وزاوت الشيخ وكذلك خوريبقا وبعد الزخاط المطارية على سكون المداز وافران ومكنس الخميسات وتازا وتالا وتاونات واكنل وإساغن وكذلك التريوش وبعد قاطرة المطارية على الرباط والضربية نسبة ان تبقى امطار ضعيفة ومتفرقة وسطات وبرشد والقارب بالنسبة كذلك للجمعة 16 ابري فيحتمل بإذن الله استمرار امطار الخير وامطار قوية على وجدة وجرادة وبركان وفاس وكذلك على الرباط بإذن الله والمناطق الشمالية او الشمال الغربي او المناطق الغربية للملكة وقرية بو محمد ستكون امطار مهمة ان شاء الله كذلك بعض الزخاط المطارية على الدار بيدا والجديدة والرباط بالنسبة لقلمة ستكون بعض الزخاط المطارية بإذن الله وكذلك امطار حضير الاتطان وبوشدور بما تكون بعض قطارات المطارية الضعيفة والمتفرقة بالنسبة لفترة بعد الزوال ان شاء الله فسوف تستمر امطار الخير على الشمال الغربي والمرتفعات الاطلس والشمال الشرقي للملكة والمناطق الداخلية الوسطى للملكة كذلك امطار قوية على العرائش وببرد بإذن الله وستكون امطار وعواصف كذلك قوية على شبشاون بإذن الله وكذلك سيد سليمان والرباط وتازل فاز وجداء الناظر والمناطق المجاورة وكذلك وطات الحاج وميدش وابن ملال وتباين تباين بإذن الله ما تساقطات امطار كذلك على وكيم الدن وإن من تانوت وأسل في امطار ضعيفة ومتفرقة وسطات وكذلك الدار بيضاء بالنسبة للفترة الليلية فيتوقع بني الله ان تكون اجواء نسبية صافية الى قائد السحب مع تقدم منخفة الجو ان شاء الله مع اجواء غائمة على الجنوب الغربي للملكة. بالنسبة ليوم السبت سبب عشر ابريل في احتمال تكون اجواء غائمة في المرتفعات باحتمال باطل قاطرة المطرية اه ضعيفة والمتفرقة مع تقدم منخفة الجو او تكون منخفة الجو الاتلالسي سيؤدي الى امطار مهمة ان شاء الله في الايام القادمة بحاول الله. بالنسبة اليوم الاذنين فيتوقع ان تكون اجواء نسبية صافية الى قليلة السعب مع احتمال بعض القاطرات المطرية في المرتفعات. نسبية ان تبقى مطار ضعيفة ومتفرقة بالنسبة ليوم التلتاء ان شاء الله فيه تملك ان تكون اجواء غائمة في الاقصى شمال مملكة والشمال الغربي مع احتمال بعض القطرات المطرية نسبيا ضعيفة والمتفرقة على المناطق الأطلس الكبير وكذلك أقصى شمال المملكة والشمال الشرقي, بنسبق يوما في الفترة الليلية فيحتمال تكون أجواء غائمة مع احتمال تساقطات أمطار عاصفي على وجدة والشمال الشرقي للمناطق أقصى شمال ومملكة نسبيا أمطار ضعيفة ومتفرقة في تركاء المناطق. بالنسبال يوم الأربع إن شاء الله فيتوقع ويحتمل أن تكون كذلك أجواء غير مستقرة في مرتفعات الاطلس مع احتمال تكون منخفجه ان شاء الله في هذه الفترة والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله